السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم متابعي وزوار قناة وصرة ترحل في فيديو الجديد وفي هذا الفيديو سنتحدث عن صور بانوراما بما أن الصور أصبحت لني ضرورية في أي رحلة تقوم بها يجب أن تأخذ صور تلكارية وننتحدث عن الصور العالية تلتخذها في هذه الجوال أو في كاميرا وأنا تصوير لقطة عادية لكن سنتحدث عن صور بانوراما مثل هذه كما تلاحظون هذه هي صورة بانوراما يعني بانوراما العادية أو مثل هذه ملفات هذه هي صورة بانوراما 23 درج يعني سورة بانورامية كمية واما ا Feh قبل شرح طرالقيني وادوات حتث سور بانوراما اه او الرؤية الشاملة للمكان او لشيء اللي تريد تصويره وتستخدم كلمة فانوراما لوصف اي عرض او رؤية شاملة لمساحة طبيعية او جسم مدى سواء في الرسم او تصوير او الفيديو او اي نماذج يعني حتى نماذج في الأبعاد وكان اول من صعب هذه الكلمة للمعارض والرسومات هو الرسام الايراني المولد روبيرت فاركا ليصف رسوماته الشاملة لمدينة ادنبغا العاصمة الاشقلاندية وذلك في القرن الحامل عشر ومنذ ذلك الوقت اصبحت كلمة فانوراما تستخدم في الرسم وتصوير يعني في المعضة كانت تستخدم في الرسم لانها اهلات تصوير غير موجودة لكنها لما كان اختراع اهلات تصوير فتستخدم لوصف يعني الصورة الشاملة يعني صورة فاركامة الشاملة للمكان كما تلاحظون سنستعرض من الفرق بين الصورة العادية والصورة الفانورة كذلك كما تلاحظون صورة لنص المكان هذه صورة لهذا المكان لهذه الاسميلة وهذه صورة عادية يعني لو تتغطت صورة بجوال او كاميرا دي سدر تجد بهذا الشكل لكن هذه صورة بانورامية هذه صورة بانورامية كما تلاحظون ثلاثا مئة شتون على ايه ثلاثا مئة شتون درزا يعني تدور ضression كامل meals من الشرق وتدور الى الجنوب مثلا الى الغرب والى الشمال وترجع الى الشرق يعني الصورة في كامل الوحيد المعنظر وهما الاعتداء يكون lay 40 الدرجة إلى 90 الدرجة يعني هذه الصورة الفانوراميه العاديةه قبل اختراع صورة الفانوراميه الكاميري يعني هناك طرق عادئه للصور هاديه بعد تركيب وهو بعد صور ARAW وبشات الكاميره وتدوير الكاميره وتدوير صورات كاميره ولكن توجد ايا يستطيع تستطيع صور marriage نصر الصور الفانوراميه فقط 0.8 دراجه المعنى تصوير فقط الشرق والجنوب يعني او مثلا الشرق وشمال او الشمال يعني الجهتين فقط. اما الارتضاع هيكون ايضا اربعين او اسفين درجة. وهذه هي صورة فانورامية كاملة كما تلاحظون ثباثة ميشتون درجة يعني دورة كاملة وكذلك من الاسفل الى الاعلى يعني من الاسفل من المكان يعني اه وقوف اين درجة حتى الاعلى عند رأس كاملة يعني حتى السنة تذهب كما تلاحظون. ويتم قراءة هذه الصورة ببرامج خاصة سنستعلمها بعد تقاريد. ببرامج خاصة لرؤية هذه الصورة وهي صورة تنرامية وتستخدم كذلك يستخدم جهاز ري ار بوكس لمشاهدة هذه الصورة سواء كانت صورة او في. وتستخدم كثيرا في المناطق السياحية وطريقة امور لانها تعطيك وكأنك في ذاكي الكرة وترى الى الخارج يعني ترى كل شيء ان السماء والارض والشرق والغرب الشمال والجنوب يعني كل شيء ممكنك رأيته في صورة واحدة. وبعدما استعرضنا نوع الصور يعني البانوراما. سنستعرض اهم عشر طرق لتصوير صور بانوراما. بعدما عرفنا ما معنى كلمة بانوراما وانواع صور بانوراما. الان نستعرض اهم عشر طرق وادوات لتصوير صور بانوراما. ونبدأ بطريقة العشرة وهي الكاميرات المركبة كما تلاحظون في الصور هي كاميرات يقومون الاشخاص بتركيبها. يعني عدة كاميرات منتصلة ويتم تركيبها وبادات خاصة ثم يستعملون برامج متخصصة لانتاج الفيديو في سمية ستين او صورة في سمية ستين. ولكن هذه طريقة تخص الاحترافية فقط وهي مكلفة للغاية. الطريقة التاسعة هي الكاميرات ذات عدة عدسات. وهي نسوها الكاميرات التي تستخدمها شركة جوجل ويتستوير صورة في سمية ستين درجة دعما لتطريقها جوجل ستيت فيو. وهي مكلفة للغاية حوالي في سلاف و خمس سمية دولار. يعني بين الفين و سلاف و خمس سمية دولار. يعني حوالي سبعين مليون درامتها. وأشهرها هي كاميرا انستا. وتركب اما فوق سيارة او فوق درجة نغية. او فوق يعني على الخوضة فوق الرأس. او فوق الجمال لاجتياز الاماكن الصحرية القصية. أما الطريقة الثامنة. هي كاميرات ذات عدستين. وهذه الكاميرات ذات عدستين. لها صنعين. الصنع الأول هي الكاميرات الاخترافية. والتي يتم تحكم بها بعد عبر البلوتوث او عبر الوثي. والديها بطارية. ويتم تركبها على ترايفود خاص. او يتم رفعها فوق الخوضة. تركبها فوق الخوضة. او فوق السيارة كذلك. ويتروح سيارها ما بين مئتين دولار. يعني خوالي او 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 احد هؤلاء التانى. حتى ال الف دولار. ومن اشهرها او ريكو ثيطة ذي وريكو سيبا اس وكذلك سامفينج جير والجي فنشتر الطريقة السابعة وهي كاميرا تاج عجزتين من السنف الثاني وهي كاميرا صغيرة لا تحتمل على كطانية ولا تحتمل على بلوفيث ولا ويفي ويتم تركيبها مباشرة في نظر اس بي للهاتف سواء ايفون او اندرويد ويتم تصوير صور سلفي هكذا يعني بسيطة يكون اداؤها متوسطة الى ضعيف يعني جودة السورة المتوسطة الى ضعيفة وهي فقط في الاماكن المغلقة فقط في السيارة الداخل السيارة او داخل الغرفة او يعني اذا ارى تصوير مناظر طبيعية يعني فيها تباصيل تحتاج طرق اعلى فيق وتتروح سيرة اهامة بين 40$ الى غير حتى 150$ اما الطريقة السادسة هي عن طريقة كاملات دياسولار وعلى وسطة عين سمكة ويتم تركيب ستاند خاص لتصوير 60$ وهناك برامج لخياطة هذه السورة وهذه الطريقة تغطيك اداء عالي لما انه الكاميرا احترافية والحساسة فيها كبيرة تغطيك اداء عالي لكن هي فقط لتصوير الاشهر او تصوير المهادر الطبيعية يعني نوعا ما المعقضة وتحتاج الى يعني رأس ما العالي وادوات عالية تكلفت حوالي 3$ او 1000$ اما الطريقة الخامسة وهي عن طريقة عدسة عين السمكة وبواسطة الجوال فقط سواء ايفون او باندرويد يتم تركيب عدسة عين السمكة واستعمار تطريقة خاصة لخياطة هذه السورة وكذلك هناك VR ثيطة لما اعتقد جهاز خاص يباع مع العدسة ويتم تركيب الجوال فيه وهو يقوم بدوارا تلقائيا واخر السور وخياطتها تلقائيا اما الطريقة الرابعة هي عن طريق طائرة درون وهناك ديجي مابيك يمكن تصوير بها طائرة تصوير بها صورة فالورانية جوية من خلال التحكم بها الطائرة بريموت كنترول الخاص بها وهي تعطيك صورة جوية كلما رفعت الطائرة الى اعلى وكلما كانت تفاصيل ابعد في الصور ثم الطريقة الثالثة وهي عن طريق حيث تتعمل الجيروسكوب مثل ايفون او الهواتف الطبقة المتوسطة التي تتعمل الجيروسكوب والواقع الافتراضي VR بوكس تتعمل انتهاج VR بوكس يتم باستعمال كاميرا جوجل او تطبيق جوجل ستريت ديو يتم تصوير صورة بانورامية بتوارد بنفس المكان وترجع الكاميرا الى عدة اتجاهات لكي يتم تصوير الاتجاهات بالكاميرا ثم خيارة الصورة بنفس الطبيق واستخراج الصورة مقبولة اما الطريقة الثانية وهي الهاتف الذي لديت اما الجيروسكوب يعني اذا كنت نيزالتك قليلة ولا يمكنك شراء كاميرا احترافية ولا يمكنك كذلك شراء هاتف في دعم الجيروسكو ويمكنك تصوير عبط صور بهاتف عادي او باي كاميرا عادية ثم خيارتها ببرامج خاصة يعني تصوير كل الاتجاهات الأرض والسماء ومن جميع الاتجاهات التي تراها بعينك وفي برنامج يمكنك خيارة تحته صور وتحويلها الى صورة طانورام اما الطريقة الأولى وهي تصوير فيديو يعني بدل تقوم بتصوير عبط صور 30 او 14 صورة تقوم فقط بتشغيل كاميرا وتصوير فيديو ودورا في مكانكا يعني تصوير كل الاتجاهات تأكد من تصوير كل الاتجاهات ثم ببرنامج خاص يتم استخراج الصور من هذا الفيديو ويتم خيارتها وإنتاج صورة طانورام تمنى ان الشرح قد أفدكم وإلى دروس فإن شاء الله سنشرح بعضنا من هذه الطرق تابعونا واشتركوا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله